في آخر التطورات الميدانية في اليمن قتل العشرات من عناصر ميليشيا الحوثي وجرح آخرون في غارات جوية شنتها مقاتلات التحالف على معسكرين تدريبيين تابع للمتمردين في مديرية خولان التابعة لمحافظة صنعة ومديرية بكيل المير بمحافظة حجة أما في محافظة البيضاء فقد قتل قيادي حوثي بارز وأربعة من مرافقه وذلك في مواجهة مع الجيش اليمني بجبهة الملاجم جريمة جديدة ترتكبها ميليشيا الحوثي الإيرانية في محافظة الحديدة فبعد عجزها عن تحشيد مقاتلين إلى صفوفها شنت اليوم الميليشيا عملية خطف ومداهمات واسعة للعشرات من أبناء مديرية الجراحي ميدانيا تتواصل خسائر الميليشيات في الدريهمي حيث أعلن الجيش اليمني مقتل عدد من قيادات الميليشيا وفي محافظة تعز حررت قوات الجيش مواقع استراتيجية في مديرية ماوية بعد تطهير منطقة الهشم وحوامرة وجبال ثمران الاستراتيجية المحاذية لمنطقة كارش جنوبا وماوية شملا الجيش الوطني في كل ربوع الجمهورية في تقدم وثبات منذ أربع سنوات وهو يكبد الميليشيات الخسائر الفادحة في الرجال وفي العتاد إلى ذلك شنت مقاتلات التحالف العربي أعدة قارات جوية على تجمعات للميليشيا في محافظتي ذمار وشرق صنعاء حيث أكدت المصادر مقتلى العشرات من عناصر الميليشيا بينهم قيادات ميدانية عماد حيدر لتلفزيون المملكة العربية السعودية عدن